السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي مرحبا بكم كنت منا تكونوا دائما الصحة والسعادة وراحت البال اليوم ان شاء الله جبت لكم واحدة الوصفة جديدة الوصفة الثانية الشعر من الدواء ومن السبغة الشعر اللي عندها الشيب اللي ما عنداش البنات اللي ما عندهم الشيب يدوى لهم الشعر الشعر يدوى ويولي قوي ويطوال يتزاد النمو دياله بسم الله نبدأ في المقادي نبدأ في المكوينات هم هادو عندنا في المكوينات عندنا أورق موسى أورق الغرب اللغة العربية وعندنا الورد أول ورد زوين جديد أورق ديال الورد وعندنا البديان هاي البديان هي هادي داي ربح القرون فلوية كبيرة على القرون البديان هاي زوين وعندنا البابونج وعندنا الكاركادين الكاركادين وعندنا المهم في الغصفة وخاكل شي مهم ولكن الكاركادين يعطي واحد اللون زوين كيعطي واحد اللون أكاجو للشعر ما بين مع هاد المواد كيعطي ما بين المارو أكاجو كاركادين زوين وفيها إفادة بزاف كيتوق اللون ومفيد الشعر ديالنا مفيد الدات ديالنا من الداخل ومفيد الشعر يمكن لكم تناولوا كم شروب تدروه مشروب ولا تدروه في الوصفة ديال التجميل إلا اللي عندو القلب ولا مخصوش يشربوا اللي عندو القلب ولا اللي كيطاح لها التنصير ولا مخصوش يتناول هاد الكاركادين المهم هاد المكوينت كلهم صحيين وكلهم كان اكلهم البابونج كان شربوا وتاو مشروب هاد البديان تاوه كان شربوا وعندنا الورطة نشربه وعندنا هذا كان نديره في الماكلة ورق الغارة وما كان نديره في الماكلة مفيدين بزاف لدينا صحيين ومفيدين قصنا دي ما ندخلوهم في الماكلة دينا وندخلوهم في موضة ديال تجميل وعندنا هنا الزعتر وعندنا شوية أوراق ديال الصيدر وعندنا أتعي حبوبتين تقريبا شي معلقة وعندنا قياس شوية شوية معلقة شوية معلقة هذا هو القياس وعندنا خل خل ديال تفاح نملكا نديره في الماكلة الخل معاقم كي يعقم لنا الجلدة معاقمه صحي كي يقوي لنا الجلدة كي يقوي الفروة ديال طرس كي يعطيها القوة وكي يعقمها وعندنا الحنة الحنة طابعة لحالة رمعروفتها والحنة صحي اللي خلطنا معا هاد المواد كي يعطي اللون للشعر وكي يعطيه وكي يداوي كي يقوي الزغبات ديال هنا وكي يداوي لنا الفروة ديال طرس وكي يطول الشعر اللي بغا الشعر يطوال كي يطول الشبحة للبناء اللي ما كي يطواش لهم الشعر ضغياء إلا كي يديروا هذا الوصفة تر الشعر قي يطوال ضغياء سوف نضيف هذا الوصفة في جنب الخلياء ثم نضيف المؤمنين نضيف الوصفة ونضيف كلهم في جنب الخلياء سوف نضيف الخلي العنة لديهم الحنة نقوم بتقريب 3 كيسان من هذا النوع سوف نقوم بتقريب نقوم بتقريب 3 كيسان من مصر نقوم بتقريب 2 كيسان من المصر حتى تخلط طبيعيهم الحنة باش مغلاهم زيان كيتلقوا دوك المكونات ديالهم وكيعطيوا النتيجة زوينهم والحنة اغضرت كمية كثيرة حيث كمية باش تكفيلين جوج ديال الناس كمية ديال جوج ديال الناس وهذا ما فيه الضرر لاواله كل شيء هذا المواد اللي فيه صحية يمكنني تديريه مرة في الأسبوع ولا جوج مرات ولا مرة في الشهر المهمة الوحيد عناش مقد مهم فيها المنفعة ما فيه تشي حاجة اللي فيها الضرر كل شيء المواد ووصفة طبيعية مهمية في المئة دع المواد اللي فيه ومكونات اللي فيه كلهم طبيعية كلهم مفيدين للدات ديالنا مفيدين للدات ومفيدين للجلد والزغباء اللي كي يدير هاد الوصفة ما كتدورش به القشرة في الشعر ما عمرش القشرة ما تكون ليه في الشعر هاد الوصفة كتحارب القشرة مرحبا شوفوا أشطضنا كاسرنا بيه هنا بسم الله هالكاسر هنا ديال التاطق نجعلها قليلا و قليلا لن تكون الحنة نأخذها واحد صفايا هذه الصفايا تصبح خاصة للمواد الشعر و هذه المواد التي نقوم بها نضيف الحنة 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 نضيف المكونة إنسجن الحنة الماء يجب أن يكون خفيفاً كثيراً يجب أن يكون مخفيفاً الوصفات يجب أن تمسكاً لن يجب أن تنزل لنا إلا نظر نفسها لن يجب أن تنزل لنا يجب أن تشد لنا نفسها يجب أن تمسكاً المواد دوخة البرود كون ماد يسفقون الحلبة وغوّن بلعكس يدون بلدد البرودة من البرودة ويحيد الحلبة البرودة اللي تلك الرأس مالداخل هذه الوصفة تبدي البرودة اللي تكون اللي كي يضرر راسو اللي كتكون فيه شقيقه رمزياني ليراد الوصفه مرة 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 كيتمسس البرودة في الراس وكتداوي وكتعقم الجلدة ديال للراس ما كينما حسن من وصفة طبيعية عمر وما كي يضرره إلا ما كانش فيه ما نفعه ما فيهمش الضارة ما هي ملا ما نفعوك ما يضرره ديال وصفة ديالتنا كتجي بحلقة ما زال غنزيدو فيه نزال واحدة جوج مع القحيد ديال جوج الناس إلا كان غار ديال الشخص واحد كان بيرغار مع القحيد إلا كان جوج الناس كان ديال جوج مع القكبار ديال الخلطفح تتلق شوية ما بغين ديرها الشعري عاد كنزيد عليه الخلطفح ما كنديروش في اللول هاي الوصفة ديالنا كتجي بحلقة وحسن تديروها شوية دافية تديرها سخونة باش ما كتحسيش بالبرودة وكتسخن لك الراس ديالك وكتطلق مزيان في الشعر وكتحسي بها بحلقة مزيان في الشعر كتحسي بها بحلقة مزيان في الشعر كتحسي بحلقة مزيان في الشعر ما شاركتش في القناة كنت تتمنى تشارك وتبارتاجي مع أصحاباتها باش تتعم الفائدة لجامع هذا الشي في غرق أجر إلا أن شرطيه عن تبيه الناس حيث في إفادة وفي أجر أي واحد شي وصفة لكتنفع الناس لعنده أجر كبير وكنتمنى الأجر لي ولكم لجميع المسلمين وإلى اللقاء إلى الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم